نواصل ومبعضنا ومعانا كفاءة تونسية هو دكتور في علم النفس الاجتماعي مختص في سلامة المرور والتغيير في سلوك السواق يعني هذا نقرأ في الاختصاص وقال وعلدي ما نحكي معاك حابيت نرحب بالدكتور تهر الخليفي شكرا يوصل مرحبا بيك عايش كلاي بري بيك شكرا سيد تهر دكتور تهر الخليفي كفاءة تونسية مقيم بباريز عندك تهر تقريب قد من عام؟ أكثر من ثلاثين سنة نصلي عني بي نصلي عني بي مشيت للدراسة غازي للعمل كيفش كانت انطلقت الرحلة في بريد أنا عملت متريز دي بسيكولوجي في نفافريل هنا في تونس وبعدين الأفاق في كنكونوا عاملين بسيكولوجي ما فماش برشة أفاق وفي فرنسا أكثر أفاق مشيت عملت دكتورة في علم النفس الاجتماعي واخذيت السيارة كموضوع بحث لأنها معتالي شارجة سوسيالما عليش سيارة أسو بوان في سنترال تمثل حرية تمثل أنا ما كنتش نعرف اللي فما اختصاص في الحكاية هذه بالحقتها واكتشفته وانتي مش فقط يعني تعمقت فيه لكن فما كتب أيضا في هذا المجال وبعدين أحكيوا عليها والفكرة التخصص منين جيت والله أنا معتال أمانة كنت تقبل لوجة لأسو جي كالكون كيكون شارجة سوسيالما إذا ما وش كالكاكرا إذا حاجة بالعكس للنكتة كنت نحب نقدم على الشوكولاتة علش الشوكولاتة عندها ستاتيو سوسيال سبيسيال بعد جات السيارة في الأخير لقيت أن السيارة بكو بلو أمبورتون كم سو جي هذاك علش وصلت علي أنا عملت تحليل الإشهار التلفزي اللي هو يساهم في وضع السيارة في موقع هذا مهم زي داي كيف معتالي أنا الأبجيكتيف كان كيفاش نجموا نعاونوا اللي يساهم في السيارات كيفاش نعاونهم نساوقهم السيارة أنا كملت الديوة متاعي الماستير اللي توت سامة الماستير اسمها الديوة واتصل بي المعهد الوطني لسلامة المرور اللي هو معهد وطني في فرنسا قال لي السيجير متاعك اللي تريد انتريسان والطريقة اللي خدمت بها معتالي أورجينال شنوراي كي تجي معانا في عاوض تعاونهم يبيعوا السيارات تعاوننا احنا يبيعوا للابريفنسيون قالوا قلت لهم اوكي بعتاوني بورس كملت بها التازمتاعي أنا كملت التازمتاعي معنا وهم أخذوه بسك الدولة اللي كياه فينسي التازمتاعي ديركتما بدأو ينفذو فاة بشوي بشوي لان في دوميل أنا كملت في دوميل دوميل تروى السياسة الفرنسية تقلبت رأسا على العقب وولو معتا متشابتين برشا حاجات معتا من نوع البسيكولوجي تدخل في وانا زادة مختصة في حتى التقييم النفسي يعي التقييم النفسي للسواق مثلا أي واحد يعمل مخالفة قوية ألكول وإلا دروغ وإلا فيتاس تريغاند زيكسد فيتاس ينحلوا البرمي وما يرجعوه كانش ما يعدي عليه بسيكولوجة غريية أنا جوشي بسيكولوجة غريية نشوف أسكه يليان بروبامو إلا والناس اللي يضيعوا مخالفات يعملوا مخالفات ويضيعوا للي بوانتاهم خطران البرمي أبوان في فرنسا يمشي مليح كيف يضيعوا للي بوانتاهم يجيوا يقراو يقراو عندي ويجي يقراو نهارين رجعوهم أربع نقاط خطر معتا تم الفوغان بسيكولوجة دي ما معتا في فرنسا معتا الدور مهم هنا في العملي لأننا نتحدث عن الوحيد نتحدث عن سلوك ويجي مرتبطة بالسلوك تلقى البسيكولوجة بالإعجاب لماذا نستعمل مخالفات تمجز أنواع من المخالفات المخالفات الإيرادية المخالفات لا إيرادية الإيرادية وقت التسوك بالتليفون وقت التسوك بالالكول تفاق بينما تم مخالفات خطر المخ خطر خمف صغار جانب نفسي نجانب الاجتماعي يعني فيها برشة جوانب هي السياقة معاتها تعبر على نوعا من البرسوناليتي من الشخصية شخصية هذاك عليش في فرنسا الشك فوكيلا دي سيكوريتي ورتيار إليا دي بسيكولوجي دي جان أنا عملت الدكتورامتاعي في لابوراتور دي بسيكولوجي دي بسيكولوجي دي كوندويت معاتها العلم سابقني مش أنا اللي خلقت الحكاية أما أنا اتعمقت فيه بطريقة اللي معاتها عجبة الفرنسيس وخذاه لدوني متاعي ونفذوهم والحمد لله معتات نتائج طيبة معتات نتائج في عامين برك نقصنا ترواميل هناك جاني ترواميل في معتها في عام برك نقصنا هل فضل هتحل المشاكل وتخلي تنقص من حوادث الطروقات أنا هوني باش نسألك كي نحكيه على في تونس يعني هذا نجم تكون التجربة هذه في تونس ولا أنت من ملاحظتك أكيد تسوق في تونس وتعرف شنو في يعني في الكايسة تمتعنا شنو كيفاش حركة المرور والسياق كيفاش طريقة التعامل ومتعهم كيف عندكش قراءة معينة للواقع التونسي في هذا والله معتها باين اللي معتها ثم نوع من التهور ثم نوع من عدم احترام القانون وكأنه في تونس وكأنه اللي يحترم القانون معتها إليفابل ولا معتها خواف ولا ما يحبش ألو كوقت اللي يبدأ متهور معتها وكأنه نوع من الشخصية القوية الشخصية قوية معتها سعاد ذالي يزمر عليك ويحرق لك البيوريتي وبعد يتغش عليك علش تكله كلمة وا علش فم التشنج ثم تشنج كبير وثم حتى انفسام في الشخصية معتها أنا سمتها لدي الدوب لمود لابرسوليتي عندك شخص بيدو تمشي تلقاه كبيب ولا محامي ولا مدير في إدارة تلقاه كلم ويحكي معك يطلع في الكارب ولا شخص آخر ولا يزمر ويعيط ويعمل في جسد معهم شبهين وكل شي تو سملم إليا ترانسفورماشن بالفوتور معتها الخاطر ليش الخاطر تولدي ما نسألهم علش برعزم في كاسة في سوبر مارشي تشد الصف تستنى حتى كانك مزروب لازم تستنى خاطر قدامك 30 واحد ولا عشر عباد ولشان على الورك في الطريق تستنى شوي شوي بعد تدخل الستسيون سيرفيس تدخل الكيوسك وتخرج من غادي تعمل تحترمش الاحترام مثلا علش الخاطر معتها السيارة تخليك تفقد العلاقات الاجتماعية عليش على خاطر السيارة تلقى حريتك اكثر لا وكانك ايزولي انا سميتها الميكرو كوزموس سوسيو ستدير اذا كان كنت بحث الكاسة عندك برشا جيران عشرة قدامك وجو جورا كل عشا كاي بينما في السيارة مثلا مش كون يلقب فيه مثلا مش الرقابة تفقد قيمتها عليش على خاطر الجيران سن بروفيزوار معتها انا قدامي كرهبا بيامو ورايا مرسدس بعد شوية عندي تويوتا قدامي معتها اك اللي عملت له عملك بل بخمسة دقائق مش بقي جاري باش يكزرش علي كونترول سوسيال دونك لابسانس دونك يخلي الانسان اللي هو اجتماعي بطبعه يفلط شوية يولي معتها تونك اللي يبا كونترولي الفين بورتكوى يعني مهم الكلم اللي تقوم فيه يعني نجم يكون فما منعرشنا في تونس يرجعوا للمختص في علم النفس لا لا ما يفهميش البوست انت بسيكولوج في السلامة المرورية ما فهميش انا ديجا قلت لهم اقترحت برشا حاجات قلت لهم ديجا عدنا بكود بسيكولوج متخرجين وما يخدموش معتها ولا يخدمو أستاذ ولا يعمل في حاجة بريكولاج مش حاجة قلت لهم أنا معتها علش ما تتعملوش العباد هذو متكونوهم يولوا معتها يساهموا في تحسين سلوك الناس وممتون هكا حالية مشكلة والعباد هذو ما يقول برماتها برأيزامبل أنا كيجيني واحد نعمله تقييم نفسي ايه اما هون يروا المشكلة الأخرى التقبل الفكرة مسائق في حد ذاته ما عندوش ما عندوش ما ليش بيش يسلوا على رأيه السائق أنا كسياسة دولة باش نقول اللي يعمل مشاكل اللي يعمل مشاكل في الطريق نعديها على البسيكولوج يولي البسيكولوج يخلص من عند السائق معتها وكأنه الدولة ما يش من عند السائق بانسير بانسير معتها انتي بكعمل تولي مش كلا أكبر كيك ايش كيك أنا كي نقول نخدمه لبسيكولوج مش بالدولة مش تعطيهم فلوس نلقعوا حل معتها نلقعوا انتي باو أعمل القانون اللي يعمل برشة مخالفات ولا مخالفات اختير الكول ولا يعمل اكسيدون وكل شي ضرورة يتعدى على البسيكولوج إليه أبليجي ما كانش البيرمين ما يرجع له ومشي تغيرت بعض السلوكات الاختيرة معتها الناس كلها ربح البسيكولوج يربح يخدم السايق مش يتغير سلوكه والدولة تطلع ربحة على أساس وبالخص تنقص حاوضة الطرقات معتها ذلك الهدف مهم برشة معناها حاوضة طرقات بخلاف الاسبي معتها الاموشيونال اللي هي معتها واحد يموت ولدها هذا كما قضاء وقدر وبرشة حاجات معناها مش شي قضاء وقدر هي القضية قضية تنظيم لو أن معتها نظموا فرصة أنا كي فرنسا كي نظمنا ونقص لها 300 ميت مش القضاء والقدر تبدل تساملهمون العقليات ضغطنا علىها باش تتبدل أي حاجة القضاء والقدر هذه كحاجة أخرى تدخل في علاقة الإنسان بربه وكل شيء أما أي حاجة تبدل سلوك العباد تلقى نتائج الحاجة الأخرى معتها حواد الطرقات سكوت إنور بمدلارجون مثلا في فرنسا أحنا نقيم واحد ميت بثلاثة مليارات تونس آه مليون وكلك شوز معتها ثلاثة مليارات تونس أحسبك قداش عندك الوفيات وضربها معاش بالضبط في تونس قداش تقييم ونقلوا معتها مليار برك إذا كان عندك معتها 1500 ميت في تونس معتها راو البجي بتاع الكوميونوتين من كل شو الدولة راو ضع ضع بـ 1500 مليار واضح دونك وان بلوس المجروح بش ياخذلك سرير وتصرف عليه السرير هذك كان ينجم يجي لمريض مربوطة ببعضها مربوطة ببعضها دكتور عندك مجموعة من الكتب من بينهم الكتابة اللي في إيدك مجموعة من الكتب في نفس المجال اللي حكيت فيه على نفس الاختصاص والمواضيع أخرى لا لا اختصاصي سلامة المرور أنا كي كاملت الدكتورة متاعي قعدت شرشور في الانستوتيوت الرشيرش عملت عشرات الرابور الرشيرش والتاز متاعي في كتاب وعندي برش اكتب كمان مع ديزوت الرشيرشور وهذا آخر كتاب في جوان اللي فات مش جوان هذا اللي قبله اسمه معانتها وعي روحك بروحك ما تستناش أن الدولة تجي تردعك ولا ينحي لك البرمي ولا ينحي لك الرخصة السياقة اللي هي في بعض الحالات هي مورد رزق إذا كانت تحب أخدم على روحك بروحك باش ما تقعدش تقول هاي الدولة تفكلي في البرمي متاعي ولا فكتلي فلوسي ولا أنت كتنظم أمورك الكمبورتمون بتاعك انت تتلع ربح ما تصرفش خطايا الدولة تتلع ربح واللي اللي يقدر تضرب واحد يتلع ربح دونك أقل حوادث نسكول تتلع ربح ايضا باش نختمو بزيدا بتكريم معلمي سبعينات آه ما درست الحانية 2002 نا 102 102 الحانية 102 بويت حفوز بزيدي بوزيد والله فكرة معتها جاتنا وقت أحنا حبينا نتقابلوا بعض التلامذة الأقدم كلنا نتقابلوا نشوفوا بعضنا كل واحد شد ثنية وكل واحد في بوست تقابلنا غادي وقلنا علش ما نكرموش معلمينا بالمناسبة عايتنا للمعلمين اللي قراهوا من 72 إلى 78 اللي اللي توفى ثمش كوني يمثلوا واللي مريض ما نشي يجي ثمش كوني يمثلوا واللي وجاونا برشا حاضرين ونشكرهم بالمناسبة زين نشكر الزملاء متاعي اللي كانوا في لجنة التكريم الخدمة خدمناها كل واحد في بلاسة وصلنا عملنا تكريم الإدعاة والإعلامة حكي عليه خسطا أنا عجبتني ياسر الإيموسيون والعاطفة الجياشة ناس كل تبكي في المدرسة ناس كل تبكي وناس كل تحمل في بعضها ناس ما شافتش خمسين سنة ورجعنا وكرمناهم ومشيوا فرحانين ومحلية الاعتراف بالجميل ومحلية الرجوع المعلم يحو في التبجيل هذا هو كاد المعلم أن يكونها سولة يعطيكم الصحة دكتور شكرا لك من عشق كان عندك إضافة شكرا لك على وجودك بحرينة عدنا مهرجان سيدي خليف بش يصير لسنك لسيس سبتمبر مرحبا بالجميع شكرا لك مرحبا بك مرحبا دكتور طار الخليفي بي